اشتركوا في القناة ومعرفوا الملقب بالدكتور التاسي وافراد العصابة التي كانت معاها والتي في المقدمة اخوه ومراته والواسطة التي كانت تجيب لهم الفيكتين حتى عندهم ومن ثم كانوا يجزروا له الجيب دياله او حسابه البنكي كيف كانوا يجمعوا كاملين ويجزروا الجسد ديال اي صغع اليام اي صغع اليام تجيبوا الصدفة او الاقدار لما صحة الدكتور التاسي الشاهرة بمدينة الدار البيضاء امام هذه الموطعيات والمعلومات الخاطرة جدا والتي سنسمعوا الان ودابا كيف قلت لكم قبل قليل ما سيبقى امام افراد هذه العصابة الاجرامية الخاطرة اللي عاثت فسادا والتي كانت تستغل انبل مينة في التاريخ وفي العالم كله وهي مينة الطب والتي تشاره والممارسين دياله بادا قسم ابو قراط الطابب اليوناني الشاهر والتي توفى قبل ما يتزاد سيدنا ايسا المسيح لكل غاية مفيدة بحوالي تلتمية وسبعين عام امام هذه كله ما سيبقى امام اصابة التازي الا الاعتراف والاستسلام امام السيد قاضي التحقيق يعني خاصهم الان يعشرفوا ليه بكل ارياحية وبدون اي مراوغات او محاولة بئيسة للانكار باشي في التمن الحكم المناسب في اخطر قضية اجرامية كيعرفها تاريخ المغرب الحديث الاعتراف في نظري المتواضع غادي يخفف عليهم شوية اما العناد المكابرة والاصرار على نفي الاتهامات المنسوبة اليهم ما غادي يفيدهم حتى شيء بالعكس ربما غادي يزيد غرقهم اكثر ويخلي رجال القضاء انزلوا عليهم بعقوبات اشد منع عقوبات القضاء في حال اعترافهم بسلاسة ويسر ودون اتعاب القضاء في قضية محسومة والايدانة فيها مؤكدة بالنظر الى خطرة الاتهامات المنسوبة الى العصابة واللي كيف كتعلموا عضرت عليها النيابة العامة بزاف وبالكثير من الاستفادة وحضرات من الافراج عليهم او تمتيعهم بالصراحة المؤقت بحكم ان الامر كيتعلق بعصابة اجرامية خاطيرة وبافعال شديدة الجرمية بعال مثلا تهمة الاتجار بالبشر استغلال القاصرين والردة للردة يا حصر وغيرها وغيرها من تهم ثابتة ومؤكدة حسب الابحاث ديال الفرقة الوطنية السرطة القضائية واللي كاينة فيها تصفك الاتهام طاويل وعاري جدا سطرات وليهم النيابة العامة ديال محكمة الجنايات ديال كازا المهم الأدلة اللي بغيت نهضر ليكم عليها اليوم ونخبركم باعتبار آخر تطورات ومستجدات قضية الدكتور البوتشيشي المعروف الحسن او حسن تازي انا والله ما كان عارف اسمه كيفاش كي تنطق ولكن العجل الوحيد اللي كان عارف هي ان القضية عنده حمضة بزاف بحكم ان القرارات المتتالية ديال رجال القضاء بداية من الوكيل الامن المالي ديال الدار البيضاء من اللي شايف الفضائح ديال واسمع اشقالوا اليه ضباط الفرقة الوطنية السرطة القضائية واللي تقريبا عفوا من شهرين او اكثر هما كيبحتوا عليه قال ليهم ديروا في الحراسة النظرية متعطلوش ومن اللي تسالي ولي بحت معاه ومعاه كافة افراد العصابة صيفتهم ليهم جموعين وايضا قاضي التحقيق من اللي تطالع على الملف والمحاضر وشاف بالضغط اش كسبت لي تمه عفوا النيابة العامة في قرار المطالبة بالاعتقال ما ترددش نهائيا وصيفتهم كلهم العوكاشة وغرفة المشوراء وثاني واللي حتى هي رفضات قبل ايام ملتمس صراح المؤقت اللي تقدم به دفاع الدكتور التازي واش كاينا شي حاجة اكثر من هاتش كله يا من لا زاله يدافعون عن الجزار التازي وزوجته عن جهل او عدم تصديق او لان لديهم مصلحة او منافع مع مصحة الشفاء للدكتور المعتقل او لهم علاقة باحد افراد عائلته او العطباء او الممرضات والممرضين او المستخدمين او المستخدمات معه هاتش عايقين به وعارفينهم زيان ادروسنا طاحهم اصحاب القوارب والتحراميات هذا مهم باش نجيكم من الاخر اخوتي هات العصابة شدوا لها ادلة قوية وقاطعة عبارة عن تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية كانت تتم بينهم جيازي الدكتور التازي والعصابة اللي ماء ومن اللي بدأت الريحة ديرهم كتعطعط داروهم كلهم تحت التنصة الهاتف يبدأوا كي يستامعوا لكل مكالمات ديرهم والشي اللي خل الجهات القضائية المعنية والامنية تأكد من انها تشي اللي منسوا بالعصابة دي الدكتور التازي وماشي غير صحيح بل عكس وخطير بزاف وكيف رد على القضاء يطبق القانون بحدافيره ودون اي محابات لأي طرف من الاطراف المتورطة في هذا الملف الإجرامي الكبير والخطير هاتف الدكتور التازي والناس اللي مجدودين مقاه مجاش عشوائي او اعتباطي يعني التنصة تنصة يعني قرار الوضع تحت تنصة كان قانوني مئة بالمئة واشا نقول لكم هاكوها واحد المعلومة قانونية مهمة لازم ما تعرفوها اخوذوها من عندي وسجلوها الباب الخامس من المصطرة الجنائية المتعلق بل متعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وبالضبط في الفصل مئة وثمانية كي يخول للسيد الوكيل العام للملك كل ما اقترضت ذلك ضرورة البحث ان يلتمس كتابة من الرئيس الاول لمحكمة الاستيناف من اجل اصدار امرين بالتقاط المكالمات الهاتفية او الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد اي وسيلة وتسجيلها واخذ نسخ منها او حجزها حتى كذلك كتابة الفصل كيحدد ايضا الجرائم موضوع البحث اللي كيشملها الاجراء يعني اجراء التنصة على الهواتف وهي الجريمة يعني الشراط الجريمة المستبئة من الدولة اياسي لا تساهل مع كل من يحاول المستبئة من الدولة او بالجريمة الارهابية او اذا كان البحث يتعلق عفون بالعصابات الاجرامية الخاطرة او بجرائم القتل او التسميم او بالاخشطاف واخذ الرهائن او بتزييف او تزوير نقود او سندات القرض العام او بتجارة المخدرات والمؤثرة العقلية او بالاسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات او بحماية الصحة تشكل كي يتم فيه التنصة الهاتفية المهم الابحث السري وعملية التتبع وخصوصا التنصة على المكالمة الواردة او الصادرة من هواتف المصحة والمتورطين فيما بات يعرف بشبكة التازي طابب التجميل الشهير كشفات على دائرة المشتبه فيهم الرئيسيين وطريقة العمل وكذلك الاتفاقات لكانتكدر بنتم وكيف كتبت الصحافة المغربية فعملية التنصة على هواتف المتهمين استغرق شهرين ونصف كما جرت عملية التقاط المكالمات وفق ما ينص عليها الفصل 108 المذكور من قانون المستر الجنائية في اطار اوامر صادرة عن السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار الويضاء وذلك بعد ملتماس كتابي من السيد الوكيل العامل الملك لدى المحكمة نفسها اذا بلغت الاوامر الصادرة تصور عن الرئيس الاول ست اوامر توزعت تواريخها بين يناير ومارس الماضيين ورغم محاولة انقار بعد المتهمين الافعال الاجرامية المنسوبة اليهم والمتجلية اساسا في استغلال الضعف والحاجة الا ان مواجهتهم بمضامين مكالماتهم الهاتفية دفعتهم الى التراجع والاعتراف سيما بالنسبة الى زوجة الطبيب التي حاولت نفي تخصيصها نسبة من الاموال المتوصلة بها من قبل المحسنين لفائدة المتهمة المكلفة بالتفسيش عن المتبرعين ذوي النواي العسنة اذ تراجعت عن انكارها واقرت بانها كانت تخصص لها نسبة 10% في البداية قبل ان ترفعها الى 20% معدرة امام هذه الاذلة اقر المتهمون بان النفخ في الفواتير كان يتم عبر ادخال مجموعة من الاذوية والزيادة في عدد ليالي المبيت وهو ما اكدته الخبرات المنجزة حول الفواتير ناهيكم عن استخلاص المستحقات مرتين الاولى عن طريق تغطية تكاليف من قبل المحسنين والثانية بواسطة التعويضات التي تريد على المصحة من قبل شركات التأمين الصحي يعني العصابة زادت غرقات اكثر ولا مفر من تطبيق القانون كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة ارجو اخواني وكما جرت العادة ان تدعموا هذا المحتوى بالتفاعل لازم مع الفيديو عن طريق اللايك البارتاج والتعليق التاوع باش تعمل فائدة والحاضر يعلم اخوه الغيد دمتم في رعاية الله وحفظه والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة